بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي طلاب المستوى الأول فارم دي مادة نباتات طبية النهاردة هنتكلم عن مقدمة عن الليف الديفنيشن أو ذا ليف اللاترال أوت جروث أو أن أبندج أو زا سيم ديفر في الاستركشورز أند أرجانيزيشن يعني إيه؟ هي بتنشأ من بطز على الاستيم الورقة وبعدين بتتكون من ثلاث أجزاء زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا إن الورقة بتتكلم من إيه؟ بليد اللي هو النصل أو اللامينة البتيول اللي هو عنق الورقة والبيز اللي هو قاعدة الورقة يبقى أي ورقة عندي بتتكون من ثلاث أجزاء هل يطرى هذين مكونات سبتة في الورقة؟ لا مش شرط أنا ممكن عندي بعض الأوراق بتبقى ما فيهاش بتيول فهنسميها سيسايل تعالوا كده مع بعض نبدأ نشوف هنتكلم النهاردة عن إيه؟ دي رسمة قدامنا بتوضح لي الليف مورفولوجي إحنا عندنا أي ستم بيبقى فيه ما يسمى بالنود اللي بيطلع من البطز عندي البطز بيطلع منها الورقة المسافة بين الاثنين نودز اسمهم انتر نود بتطلع الورقة عندي القاعدة بتاع الورقة والبيتيول واللمينة اللامينة اللي هو شكله بيختلف أشكال كتير زي ما احنا نشوفها مع بعض دلوقتي الورجين and development of the leaf بتنشأ عندي الليف مما يسمى بالليف برايمورديا بتبقى مين أول جزء بيظهر هو الليف بيز أدي أول حاجة وبعدين يلي اللامينة أو البلاد النصل آخر حاجة بتبان عندي هي البتيول اللي هي بتبقى as as construction between الباز and اللامينة types of leaves هل الليف أنواع؟ أيوة احنا هنلاقي دلوقتي عندنا أنواع للليف اول نوع هو الكوتوليدون او another name seed leaves احنا عارفين مما بنيجي قبل كده وانتم صغيرين محط فول وتحت القطنة بعد كده بتطلع ورقتين الورقتين اللي بيطلعهم دول دول الاسمهم الكوتوليدون هي هي the leaves of embryonic plant in the seed اول ورقتين بيظهرهم انما البزرة بتبدأ تنبت طب هل عددها بيختلف؟ آه على حسب النبات زي ما انتو خدته في التكسونومي النباتات المونوكوت بتبقى ورقة واحدة الدايكوت زي الفول كده بتبقى ورقتين طب النباتات اللي هي جيمنوس بيرم بتبقى مور يبقى نفتكر كده مين اول حاجة بتظهر في النبات بعد النمو البزرة بتتزرع وبتنمو اول حاجة اسمها الكوتوليدون طب وظيفة الكوتوليدون دي ايه؟ وظيفتها اللي هي بتغزي او بتبقى بتقوم بعملية البناء الضوئي فبتقدر يبقى النبات يستخدم المواد الغذائية في بداية النمو بيبقى عمرها فترة صغيرة وبعد كده بتطلع ورق انواع ورق تاني وهنشوفه دلوقتي على ما يبقى ايه؟ النبات بيكمل النمو بتاعه وظيفة الكوتوليدون هي ستورج او عملية ستورنج او فوت زي عندنا الالمند اللي هو اللوز المصرد الخردل او البين الفول او يعني الامتصاص زي الكاسترو والميز والديت نشوف كده مع بعض في الرسمة اللي قدامنا هلاقي شكل الكوتوليدون ليب مختلف عن الترو ليب الكوتوليدون الليب بتاخد سبحان الله شكلها كأنها شكل البزرة شوي شكلها بيبقى مختلف تاني نوع عندي اسمه البروفلس او الفور ليبز يعني ايه الكلام ده دي اولا خلاف الكوتوليدون ليب او الورقة تنمو على الساق بعد الكوتوليدون ليب وايه كمان شكلها بيختلف عن اوراق النبات اللي هتبان بعد كده وعدي المونوكوت بتبقى وان بوستيريول ليف بتبقى واحدة خلفية الدايكوت تو اوبزيت وتبقى في الجنب طيب نبص كده للرسمة اللي قدامنا اللي هي في بعض النباتات زي الليمون والاورنج ليفز بيبقى عندي ونكتب جنبها كده سؤال يعني هنا حصل تحور بقى في شكل زي الرسمة اللي قدام نجمي اجب لك الرسمة دي اقول لك هنا دي ايه الاسباين بيبقى بيبقى في صورة عندي البروفل بيبقى في صورة نباتات ايه تالت نوع اللي هي الفوليج ليف الفوليج ليف ده اللي هي اللي احنا احنا كل شغلنا بعد كده بيبقى على الفوليج ليفز اللي ان شاء الله الجزء ده هتكملهم هتكملهم مع استاذة دكتورة كاميرية بيبقى اللي هي وظيفتها ايه وظيفتها عملية البناء الضوئي اوكي وديت كل الشغل بعد كده هيبقى عليها رابع نوع عندنا البراكتس البراكتس ده بيبقى عبارة عن ايه يعني ايه انت بتلاقي الزهرة بيبقى تحتيها ورقة خضرة غير الكأس غير الكأس دي بيطلق عليها زي ما هي موجودة قدامنا في الرسم طيب هنشوف بعد كده انواع من نبص كده للزهرة اللي هي قدامنا لونها دي براكت وبراكت بقت ايه ما يسمى بالانفلوكر ما يسمى بالانفلوكر اللي هي جروب اف براكتس عندنا وده بيبقى موجود في يعني ايه مايبقاش فيه براكت واحدة لا ده مجموعة من ودي بتبقى تحيط اللي هي النورة طب يعني ايه برضو يعني جروب افلاور يبقى قدامنا كده بنكتب مع بعض ده سؤال لو انا عندي الورل او محيط اسمه ايه اسمه انفلوكر بصت للرسمة قدامنا بلاقي النورة كاملة ولكن محاطة بورقة وحدة الورقة دي بديبقى اسمها اسباس اللي هي انت خدتها في التكسونومي مع دكتورة نجوة اللي هي ايه اللي بتاع الامح والدرى والقرز انفاميلي جرامني او فاميلي طبعا النيونم بتاحها بواسي البراكت وزنو فلاور ان اتس اجزل اسكولد جلوم او استرايل براكت لكن الفرطايل وان اسمها البالي او الفرطايل جلوم خامس نوع عندنا سكيل ليفز سكيل ليفز بتبقى في السبتريني اللي هي السوق الارضية زي البصل بتبقى ممبرينوس وتبقى دي بويد اوف يعني ايه دي يعني ما فيهاش طيب بتبقى عبارة عن ايه دي احيانا قد تكون زي نباتة سينيجا او زي نباتة عندنا ده قدامنا ده نباتة بيه عندك انت اخدته في التكسولومي الاوراق اللي هي جفة اللي بتحيط بالبلب دي بسمها سكيل ليفز الفلورال ليفز اه لا دم قلنا كمان بعد الازهار اللي انا شايفينها دي تعتبر موديفكيشن اوف دا ليفز سواء عندك كأس طلع متاعز او كيليكس عندي الكيليكس كورولا اندريسيوم جينيسيوم كل الحاجات دي تبقى ايه بتبقى دي عندي تعتبر تحول من الاوراق العادية سبع نوع واخد نوع عندي هو اللي هي ايه وراء من انوار وراء النباتات تحورت لتقوم بوظيفة اخرى غير الوظائف التقليدية زي وظيفة البناء الضوئي طيب هنا يبقى النبات وضعه في موقف معين لازم بيتغلب عليه فاحنا هنشوف مع بعض ايه امثلة او الاوراق المتحور عندي هنا النبات بيبقى فيه بيئة معينة لازم بيتغلب على الظروف اللي فيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي اول حاجة في المودفايد هي اللي هي المحليق اللي هي عندنا البسلة او الفول بيبقى فيه زي موجود قدامنا في الرسمة بتبقى عندي بتبقى عندي فيه ايه شوف كده الكوكمبر عندنا بيقى فيه ازاي بيقى موجود تحور الورقة بقت في صورة ايه محلة بيستخدموا طبعا في عملية الكلايم تاني تحور ده عملية بروتيكشن اجينيس الانيمال ممكن بيجيب لك الرسمة واقول لك ده ايه يبقى انت بتقول دي امسلة من المودفايد اللي هي لسباين ترابس ترابس زي المسيادة تبقى تبقى زي مسال عندنا اللي هو نبات الدروسيرا طبعا دي بتبقى عبارة عن نباتات دي مبقاش فيها او الصعب اللي هي طبعا بتعمل من التربة فبتبقى عاملة زي المسيادة بتقفل على الحشرة وبعدين بتخدمها وبتستخدم اللي في الحشرة في استعمالها في ساكولانت بتبقى عصيرية يعني تخينة زي عندنا وإحنا ما تيجو تاخدوا ان شاء الله في محاضرات المدسنال اللي في من الحاجات اللي هي ساكولانت يعني ايه اللييف بقى هنا بتطفو على وش المية زي الايكورنيا الايكورنيا دا اللي هو ايه اللي هو ورد النيل نبات الايكورنيا اللي هو ورد النيل نبدأ بقى نشوف كل شغلنا مع بعض على اللي انت بتاخدها في الساكاشن او بتاخدها في المدسنال ليفز the most interest because the type of all commercial leaves used in medicine هل اوراق اللييف زي ما نشايفنا هل اخضر بس لأ الشرط احنا بنلاقيها ممكن اخضر بيبقى نتيجة وجود الكولورفل يلو نتيجة وجود مادة الزنسفل بتبقى اورانج ديوتو مادة الكاروتين رد ديوتو مادة الانثوسيانين الانثوسيانين طبعا كل تفورم ديوتو ديكريز of light and تمبرتش المهم احنا عارفين الورق الفوليج ليف مش شرط يكون لونه اخضر سبع نوع واخد نوع عندي هو اللي هي ايه ورق من انوار وراء النباتات تحورت لتقوم بوظيفة اخرى غير الوظائف التقليدية زي وظيفة البناء الدولي طيب اه هنا يبقى النبات وضع في موقف معين لازم بيتغلب عليه فاحنا هنشوف مع بعض ايه امثلة او الاوراق المتحور عندي هنا النبات بيبقى فيه بيئة معينة لازم بيتغلب على الظروف اللي فيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي اول حاجة في المودفايد اللي هي المحليق النوع التاني اللي احنا بنشوفه وعارفينه في كل معظم النباتات حوالينا اللي هو اللي هي بتبقى ايه بيبقى الساق ومرصوص عليه الاوراق الفايلو تاكسز ديس بزيشان اوف دا لييفز اون دا ستم او او الارانجمنت اوف دا لييفز اون دا ستم عندنا تلات حاجات تسهيل انا عليكم احنا بنختار تلات حاجات اولترنت اللي هو وضع تبادلي هنا في الوضع الالترنت بيطلع من كل نود لييف واحدة او اوبوزت فيبقى عندنا في كل نود بيطلع ورقتين او 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 انادر نيم او انادر دا بيبقى من النود اكتر من ورقتين طيب اه الابوزت هنشوف معانا مع بعض في اوبوزت ديكاسيت انا عندي بصر الرسمة اللي قدامنا ودي اسهل مثال تقدر تشوفه اللي هو عود النبات النعناع دا مثال الابوزت ديكاسيت لييف انت بتلاقي النود بيطلع منها ورقتين والورقتين اللي بعدها بيبقوا متعمدين عليه نشوف كده رسمة توضيحية انا بجيب الرسمات التوضيحية دي انا عندي الساق طالع منه ورقة واحدة ايزا دا اولترنت طالع منه ورقتين يبقى اوبوزت ورقتين متعمدين يبقى اوبوزت ديكاسيت اكتر من ورقة من النود الوحدة يبقى دا اللي هو الورلت بجيب الرسمة اسأل تحتها سؤال كلمة واحدة فايلو تكسيز نبقى احنا عارفين هنجاوب ايه نبدأ بقى نتكلم تفصيلا عن اجزاء الاوراق اللي اول جزء قلنا مين هو قد يكون او بيبقى عبارة عن سمول شيث زي او ابييسي لو قدامنا في الرسمة هنا لو انت بتلاحظ انا عندنا نبات الدرة او النجيلة بياخد لفة على الساق ويطلع الجزء الشفاف من ده اسمه لكن الشيس هو الاخضر اللي تحت الجزء الشفاف هو او عندي بيبقى طولة اللي هي لونها محمر شوية في الرسمة دي اوريكل زي الاذن قد يكون يعني منتفخ شوي بيبقى قعدة الورقة منتفخ وقد يكون في حاجة تسمى اللي هي اذينة الاذينة دي بتبقى عبارة عن لاما ممكن تكون زي الشعرة دي وتبقى على فكرة دي بنشوفها في سق الملخي بينا جد او بتبقى ماشي طيب هل الاذتيبيولز موجودة في كل الاوراق لا الاذتيبيولز مش موجودة في كل الاوراق يعني قد لا يكون في اذينة او في قاعدة الورقة وبالتالي انا بسمي الورقة هنا تشوف كده مع بعض عندنا تلات رسومات السهم هنا طبعا احنا قطعين الورقة علشان يباني السهم على ايه علشان تبقى بينا قدامك ده جنبها و ممكن عندي طريقة العادي نورمال بيبقى عندي هنا بتلف الورقة حوالين الاستيم ولكن مش لف كامل سايبة جزء البرفوليت بتخترق الاستيم بيخترق الورقة الكونيت ويمكن في رسمة بعد كده الكونيت اوضح هي والأمبليكس كول انت بتلاقي عندك الكونيت ورقتين الساق بيخترقهم من نص الدي كارانت ليف بيبص الرسمة اللي في النص انا بجيب الرسمة اللي في النص عندك هنا ليف بيز is described as the current when the lower part of the c-sign اللامينات تحس اللي النص بيستمر بجزء تحت اسمه دي كارانت هنا ما قدامنا رسمة الامبليكس كول شوف البرفوليت ليف سبحان الله كأن ده خيط بيبقى بابرة بيعدي لكن هو طبيعي كده والكونات ليف الرسمة اللي تحت بتاع الكونات ليف اللي هي قدامك انا بجيبها لك كده لو انا جيت قلتلك هنا يديني اللي بيز عبارة عن ايه هتقول لي الكونات عندنا وده بيبقى موجود في يعني ايه مبقاش فيه واحدة لأ ده مجموعة من ودي بتبقى تحيط اللي هي النورة طب يعني ايه برضو البيتيول بيبقى عندي شبيه بقولنا بالاستم ممكن يكون ممكن يكون عندي احنا هنشوف مع بعض اه الامثلة اللي قدامنا نبص للصورة اللي قدامنا على الشمال هنا البيتيول عبارة عن ايه بيبقى اسمه والمثال بتاعنا هو الاكاشي او بيبقى ده في معظم الاوراق الصورة اللي في النص وفي النبات اللي انت هتاخده برضو مع دكتورة كاميليا بإذن الله بيبقى عندي ونحط الخط تحتيها انا ممكن اقول لك نكتب كده مع بعض سؤال يبقى الاجزامبل بتاعنا هو الايوكاليبتا بلفنس البلفنس ده بيبقى انتفاخ في قاعدة الورقة بيبقى هنا البيتيول من تحت منتفخ البيتيول من تحت بيبقى منتفخ طبيعة الخلايا بيبقى كولينكايميتس تيشوز بيبقى دي عندي قدامنا زي ما وجود في الرسم لو مش موجود خالص بيبقى اسمها سيسايل طيب طبعا لو هي سيسايل ليف و اكستنشن اوف دا لامينة تقدر استم قلنا بتبقى وين جدي اسمها ايه اسمها دي كارانت ليف اللامينة او النصل نصل الورقة نصل الورقة المفروض بيطلع من البطز ورقة واحدة لو طلع ورقة واحدة يبقى اذا عندي اسمها سيمبل ليف طب لو طلع اكتر من ورقة بيبقى عندي كومباوند ليف طيب ايه لوبت يبقى اذا انا هرجع بص اشوف انا عندي لامينة ينقسم لتلات حاجة سيمبل ليف لما تكون النصل عندي متصل لوب بيبقى مفصص او كومباوند لامينة اللي هي بقى هنا فيها ورائقات اللي هو تصغير الورقة طيب اوف لامينة سيمبل انتوير سيمبل لوبت وكمباوند ليف المونوكوت ليف بتبقى عندي سيمبل لكن بيبقى ممكن سيمبل لوب او كومباوند الكمباوند لاما بنيت او بالميت يعني ايه بالميت بيبقى شكلها شكل الريشة ريشة الطائر بالميت شكل اليد شكل الهند تعالوا انسيشن انسيشن يعني درجة التفصص طبعا ده بيقى في اللوب دي ليفز احنا هنشوف الورقة قدامنا لا اما بالنيت لا اما بالنيت في عندنا تلات درجات من التفصص التفصص لو بسيط طب انا بعرف ازاي بشوف ابعد نقطة عندي انا منطقة العرق الوسطي قدامي وبره الطرف الكامل المسافة دي لو انا بحط بها خط بالمسطرة واشوف الجزء اللي داخل او فيه تفصص درجته ايه بسيط يعني تقريبا التلت يبقى ده بسميه مقطع فيد وصل للنص يبقى بارتايت قرب الاخر لكن ما وصلش للنهاية العرق الوسطي بقى اسمه سيكت يبقى اذا انا عندي تلات درجات من التفصص بسيط متوسط كبير انا بحط المقطع الاولاني سواء بنيت او بالميت وبكمل بقية الكلب فانكس البنيت انا عندي بنيت 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 قدامنا الرسومات قدامنا هنا فوق لانه اشكال اللوب بنيت ليفز الفت بنيت السيكت نفس الوضع عندي بالنسبة طيب اجيب لك رسمة واقول لك كلمة واحدة بس او ايه هنا اللي هو عبارة عن ايه انهي نوع من التلات فانت بتقول لي بالنيت ولا وبنشوف درجة التفصص ازاي زي الرسمة اللي قدام دي ورقة ايه ده ورق الورد البلدي الورد البلدي انت بتلاقي تحت عندك في الساق طالع من البطز المجموعة دي على بعض المفروض كانت تطلع ورقة بس هنا بدال طلعت مجموعة بقى اسمها اوراق مركبة ايه اول حاجة قدامنا الرسومات لو انتهت بورقة واحدة بيقاب نمشي اتنين 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 تنتيب ورقة واحدة بقى اسمها انباري بالنيت لو انتهت بورقتين اتنين يبقى اسمها باري بالنيت ودي هنشوفها في نبات السن طيب لو مركب المركب باي بالنيت طبعا احنا قدامنا قدامكم هنا امثلة كتير هنعلم بس تسهيلا عليكم على الامثلة اللي ممكن بجب هنعلم على الباري بالنيت على الانباري بالنيت اللي هي بتنتهي بوحدة وعلى الباي بالنيت طيب البالميت قدامنا بتبقى نقطة واحدة متفرع منها الاوراق كلها ادي الكمباوند بالنيت باري بالنيت زي السنة انباري بالنيت الورد البلدي الباي بالنيت هما دول التلات امثلاء اللي احنا بنجل طبعا هنا كده كلامنا بعد كده بنشرح تفصيل ايه الورقة الوحدة اليونت الوحدة في الشكل والمارجين والايبكس والكلام اللي هنقوله دلوقتي بيبقى هنا عندي اللي هي الورايقة ادي الباي بالنيت ليف مركب مركب الكمباوند بالميت عندنا لو باي فوليت اتنين تراي فوليت اللي هي البالميت والنبات اللي فوق دي الرسمة اللي باجبها لك دي فوق الاخضر ده ده بتبقى الكنابز بتبقى ده نبدأ نبدأ نوصف سواء بنوصف الشكل الورقة ازاي سواء الورقة اه الاساسية او الورايقة اللي هي انا اي نبات بوصفه هوسق شكل اي بيكس الطرف بتاعها ايه البيز قاعدة النص لايه سورفس السطح بتاعها السايز دايما انا في السايز بقيس باخد متوسط لا شوف الورقة الصغيرة قوي اللي بتقى فوق ولا الورقة كبيرة مارجن حفة الورقة التعرق التكشورز لو انا اطعت الورقة ازاي احنا نتكلم على التمانية ايتمز دلوقتي السيمبل عندي اللي هو الشاب يعني ايه تحطها كده على ورقة وتعمل وترسمها او تشفها الحدود الخارجية هتبقى شكلها ايه اول حاجة عندي الفليفورم اللي هي زي الفنل زي ايه كمان عندك قدامك وحنا في البيت نشوفها الشابت طيب السيكيولر بتبقى نيد الشاب تيوبلر ورق البصل اللي خضر انت ما تيجي هنا بيبقى تيوبلر بيبقى مجوف من جوم لينير بيبقى زي ايه زي اللي هو الجراسز الجراسز اللي هو الحشيشة او النجيلة قبلونج بيبقى عندي جانبين متوازين قلب مقلوب والكوردات اللي هي بقى عندي شكل الكلة او الكلني دي شكل خاص يعني هو بتبقى الورقة من فوق انتير ومن تحت بتبقى لوبت اشوفها حاجة احنا بنشوفها في البيت ورق الجرجير والفدل اسمه الله يريد بصو كده مع بعض ادي برضو هنا مجموعة من اشكال انا ما بقولك شي توصفها لي انا بجيب الرسمة واقولك شكل بيبقى ايه او شكل الورقة ايه انت بتكتب بس بس هي لنا عليكم انا هنعمل اختيار لبعض الحاجات اول حاجة شوف كده الهستيت شكل السهم ومن تحت بيبقى مستقيم اكي اللانسيوليت اللانسيوليت بتبقى شكلها اوفيت وتمد لفوق ابلونج الاتنين بيبقوا متوازين يبقى انا اعلم في السلايد دي قدامنا على تلات امثلة الهستيت الابلونج اللانسيوليت طيب دي كمان بقيت الاشكال اعمى اشكال الاوراق كتير جد عندنا الوربكيولار هي شكلها زي الدايرة ولكن عنق الورقة من تحت البلتيت بيبقى دايرة لكن عندي العنق في النص بانديوري فورم شكل الكامانجا ساجتت بيبقى عندي ساهم ولكن من تحت بيبقى واخد شكل تمانية يبقى بنعلم هنا على الاشكال ربكولار بلتيت بانديوري فورم بانديوري فورم وستجتت الصيز احنا بنقيس اللينس والويتز الايبكس عندي اكيومينات بيقى مدببة جامد الزاوية بتبقى حد قوي ماكرونيت بيبقى هنا كأنها عندي هي دائرية وجزء بس صغير بيبقى طالع وقد يكون هذا الجزء بيبقى شعيرة دا الماكرونيت امارجينات دخل الجو اكيوت زاوية حد ولكن اكبر شوية من اكيومينات صاب اكيوت انا لو انت قدامك الرسمة هنا واضح اتنين مفيش فرق جامد فانا عندي اكيوت وصاب اكيوت بنعتبرهم حاجة واحدة بيبقى دائري شوية دائرة كيرفت كيرفت اللي بمارجن طرف الورقة ايه بتبقى شكل دوائر دائري دنتيت بتطلع وتدخل بزاوية قايمة على العرق الوسطي سريت زي المنشار فمبريت شعيرات انطير كاملة اللوبد هنا اللوبد دخلت معنا ليه ما هو احنا قلنا اللوبد دا نوع من انواع السيمبل ليف يبقى اي لوبد ليف اما اقولك المارجن هتقول لي لوبد سيني ويت بتبقى مموجة سيني ويت بتبقى مموجة ليف بيز هنا انا اقصد قاعدة النص للورقة وليس قاعدة الورقة كجزء كورديت هنشوف الكورديت والترونيكيت زي ديل السمكة انا اعلم على دول بس الكورديت والترونيكيت قد يكون symmetric asymmetric اوريكيوليت والدي كورانت يعني ايه الكلام ده اعرف منين انا باجي على الورقة ومنطقة العرق الوسطي بتني الورقة وشوف درجة تماثل النصين ما بتنيهم نصين درجة التماثل في التلت اللي تحتني بس اكي لو لقيتهم زي بعض بالظبط بقول قاعدة الورقة من هنا النص لمتماثلة asymmetric او asymmetric اوريكيوليت زي زي الازن من تحت عندنا ودي كارانت اللي هي اللي عندي قلنا بتبقى اللي هو عندي اللي يتعرق الورقة الرسمة اللي قدامنا ده نبات الجينكو ده امتخدته في التكسونومي نوع في اسمه بيبقى ايه كله ثنائيات للاخر اتنين يتفرعوا لتنين 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 لحد الاخر يبقى بجبلك شكل ورقة الجينكو اقولك البنيشن تقول لي دايوكتوماس اور فوركيت البريل البنيشن ده بيبقى في مين في المونوكوت بلانس عندنا لإما بنيت لإما بالميت البنيت بسمي بريل يونيكوستيت البنانا اللي هو عندي شجر الموز بيبقى تعرق متوازي عرضي فبقول ايه يبقى بجبلك ورقة نبات الموز بتقول لي البريل بنيت يونيكوستيت او بالميت بيبقى عندي تو تايبز كونفيرجنت اللي هو الجراس او ورقة الدرة بتبقى ايه متوازي طولي ولكن كلهم متوازين من تحت الحد فوق دايبيرجنت نوع من انواع النخيل اللي بيبقى موجود نخيل الزينة اللي موجود في المجمع الطب في اي مكان في اي جناين بيبقى عامل زي المروحة اسمه دايبيرجنت بيبقى متوازي طولي ولكن متجمعين في نقطة واحد انا بجيب لك الرسمة ساي هنشوف مع بعض الرسمة السلايد اللي جاية لانه بيبقى دايجرام اجيب لك الرسمة دي اقول لك الفينيشن طيب يبقى ايه اذا انا عندي بقول بارالل كونفيرجنت او بارالل دايفيرجنت يبقى دايفيرجنت رادياتينج فروم دابيس كونفيرجنت بيبقى متوازي طولي زي الجراس ده البرالل ونفتكر اللي هي في نباتات المنقط الريتكوليت فينيشن عندي بنيت الريتكوليت الاوراق العادية او بالميت رتيكوليت يمكن السلايد دي مجمعها كل حاجة جينكو دايوكتومس فينيشن ورقة عادي بقول دي طبعا بنيت رتيكوليت بالميت فينيشن رتيكوليت بالميت فينيشن البرالل فينيشن اللي هو عندي هنا زي الدر بالنسبة للسيرفس والتيكشارز احنا هنعمل هنختار امثلة محدودة هنعلم على الامثلة فقط اللي انا هقولها اللي سلايز بقى موجود فيها كل الامثلة لكن هحدد امثلة محدودة اللي انت هتتعامل معها بعد كده سموس زي بتبقى نعمة ده زي ورق الكروم بيبقى متغطي بواكس اللي بتبقى عندي نبات البوكو بتبقى منقطة الورقة بيبقى السيرفس منقط نتيجة وجود الجلانت يعني زي نبات الكوكا هنا مش هناخد امثلة دي تسهيلا عليكم التيكشورز ميمبرينس يعني ايه انا بمسك الورقة طحة بتتقطع زي الورقة زي الورقة العادي اللي هنكتب عليه البيبري بلادونا كوريشيس صعبة اللي هي تتقطع بتبقى لذري الايوكاليبتس عد علينا في المحاضرة حكتين الايوكاليبتس عد علينا اللي هو توستد بيتيول وكوريشيس تيكشورز تعالوا كده نشوف بعض الاسئلة اللي انا مجاهزة هالكم ممكن سؤال عندنا بيجيب الرسمة وبسأل عليه في حاجة محددة يعني احنا دايما بجيب الاجابة بتبقى في جدول مش بنكمل في المكان ليه عشان انت ممكن تعارف نقطة حابب تبدأ بها الاول انت عارف انت رقم سي عايز تبدأ برقم تلاتة بتشوف الاجابة وبتكمل في التابل رقم تلات نبدأ نشوف اول رسمة احنا قدامنا رسمة وتحتيها حرف فالرسمة هنا بقول ده يعني انا عايزة في الرسمة ايه الفايلو تاكسز ده قدامنا هنا قلنا يعني ايه الفايلو تاكسز طريقة ترتيب الاوراق على الساق ففي الرسمة اللي قدامنا ده اللي هو اوبزيت من النوت اكتر من ورقتين ذا لامينة شاب ذا لامينة شاب ان سي الرسمة سي دي شكل ايه اللامينة اشكال النصل اللامينة او البليد الشكل ده ايه ده اللي اسمه هستيت بيبقى من تحت دغري راس السام من تحت دغري طيب ودي ده شكلها ايه دي شكل كمان اسمها بانديوري فورم عندنا رسمة اي بقولك اللي فينيشن يا ترى هنا التعرق ايه ده اللي هو نبات الجينكو يبقى عندنا الفنيشن دايوكتوماس اور فوركيت فوركيت يعني زي الشوك وينكيس اوفل اف ده ايه عندي ده ريتكولت بالميت ريتكولت بالميت يبقى كل رسمات اللي قدامنا دي رسمات من المحاضرة بتبقى حاجة سهلة للاسئلة في الانترودكشن جزء الانترودكشن من الصعب انت ايه الشرح انت افهمه بتطبقوا على الرسمة اللي قدامك اللي في جي دي اسمها كرينيت اللي في ايبكس اللي في رسمة دي اللي هي اي مارجينات او اللي هي دليب ارائزيس از امالتي سولولار لاترالبرجيكشن كولد ليب برايمورديا ايجزامبل اوف توستد بيت يول ليب ايوكاليبتا سليف ان الليمون ان الورانج البروفل از اي البروفل از اي اسبان اشكركم ونلتقي في الجزء التاني من محاضرة الانتردكشن ان شاء الله